كورت الياد المصرية تاريخ كبير مدرسة بدأت من التسعينات مدرسة بدأت واستمرت يعني الحقيقة الدكتور حسن مصطفى رئيس التحاد الدولي وهو رئيس التحاد المحلي التحاد المصري عمل حاجات كتير المدرسة كبرت 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 مع تغير القيادات وتغير المسؤولين لكن في الاخر ان شاء الله تفضل مدرسة دي ومع دعمنا الكامل والتخطيط الكامل مع الاتحاد احنا بنقول لهم لولادنا شرفتونا زي ما شرفتونا في طولة العالم اللي استضفناها شرفتونا بشكل كبير جدا كأول لعبة جامعية تظهر بالشكل ده شد حيالكم ان شاء الله زي ماتش ألمانيا هيكون ماتش فرنسا ان شاء الله تلعبوا النهائي بالتوفيق التوفيق لولادنا يعني في الكاراتي اول دورة اولمبية يتم فيها دراج الكاراتي الكاراتي المصري ان شاء الله مدرسة كبيرة جدا وربنا وفقكوا جميعا وكل اللي فاضل في التأهيل زي ما فرحنا بولادنا والعمارهم صغير ووصلوا لمراحل كبيرة جدا مخطط لها زي ولادنا اللي شرفوا مصر وجابوا مديليات ان شاء الله ما بين بداية الاعداد عشرين تسعتاشر وما بين عشرين واحد وعشرين حتى عشرين اربعة وعشرين ربنا وفق كل ولادنا ربنا وفقكوا منتخب مصر لكورتليات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة